دي قلشة الاخرانية دي. ايه ده? الجن الاخرانية ده قلش? اماني في يوم. التراجي? التراجي ده انا عايش عليها. انت جبت بتنجو? لا والله ايجبت عدد كويس من الاندي. اه? 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 ايه? خلي بالك خلي بالك انا كنت لعبت كتير بكريت برضو لو بلعب في حتة القدام دي. اعتزلت كمان وعن تمانية وعشرين سنة. اه? وما انا بقول. يعني في مرحلة كان كان فيها النطج القروي ده بيبقى. تمانية وعشرين ده. وانت طلع بقى حاجة حلوية. اه? بتفكر ازاي يا سيدي? يعني الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة. من ناحية كل حاجة. حتى حتى السفرية كانت صعبة. يعني جنوب افريقيا. تطلع من جنوب افريقيا. ترجع اسوان. ومن اسوان ترجع على او تروح الدوحة. تخلص المباراة. وترجع. انت بتفكر الحاجات دي كلها اه الترتيبات دي كلها ترتيبات ادريا كبيرة جدا. الناس متخيلة. احنا بنقولها ايه? انت سفرت من هنا روحت هنا عملت هنا. الحاجات دي كلها بتعملها ازاي? بتفكر هنا اه هعاقب اللعيب الفلاني. اه حد مكافأة للعيب العلاني. هاقف مع بيت سو مسماني زي ما هو بيقول. في كزا وفي كزا وفي كزا. بتعملها ازاي? اولا بص. لازم يبقى فيه خط اتصال دايما ما بينكم من المدير الفني. اه. تمام? يعني فيه حاجات كتير اول لازم يبقى فيه اه ممكن تبقى خمسة وتسعين في المية يعني من اه من رؤيتك او اه تفكيرك. لازم يكون مرتبط اه بالمدير الفني. اه. فبتقعدوا بتتكلموا وبتشوفوا انسب الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة. اه. ممكن تاخد رأي لعيبة في بعض الاوقات على فكرة. خصوصا للعيبة كبيرة يعني. لأ معلش النقطة دي تاني. ممكن تاخد رأي لعيبة. طبعا. 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 لا اصلا الناس المتخيلة نسان عبدالحافيز ايه? ديكتاتور. لا خالص. جاي داخل اه انت مخصوم منك مليون جنيه انت مخصوم منك عشر. لا افصل ما بالحاكتين بس. اه. افصل ما بالحاكتين. اه. ان انت انا مؤمن جدا ان اي علاقة في الدنيا كلها سواء ان كانت عامل او حتى على المستوى الانساني او الشخصي لازم بقى فيها مساحة. اه. انا بدي لك مساحة. اه. دي لك مساحة في في تفكيرك في قراراتك في حاجاتك في اه شغل لك في اي اه او اسف في تخصصك اي حاجة. وفي اوقات لأ رولز بقى اللي بيجي معنا. تمام يعني هي يعني فيه لايحة عمل كده بني وبينك. اه. ما ينفعش انت تكسرها خالصة. انا على نفسي على نفسي قبل ما اكون على غيري. اه. قبل ما يطبقها على العيب لازم تطبقها على نفسك. فالمساحة فاللايحة اللي موجودة في النادي دي ما ينفعش تيجي في الملعب. اوكي? اتنين اللعيب هتخانهم في الملعب. ام. وصالحناهم وتمام التمام وجبنا اه يعني كوبايتين عصر اللامون وتمام. وبقوا مية مية. اه. انت اخوات وحبايب وصحاب ومجرد ما هتخشوا القضة على فكرة. بمجرد ما هتخش القضة مع بعض هتتصلح. انا مقتنع تماما بدا. تمام? طب وحق النادي فين? يعني انت بتتمرن بتتمرن داخل استاد التوتش. وفي ممكن لعيبة صغيرة موجودة. وفي مدرب موجود. وفي مدير كرة موجود. وفي جهاز فني موجود. فين احترامك للنادي. فين احترامك للتيشورت اللي انت كنت اللي انت لابسه. فين احترامك للمدير فني. فين احترامك للمدير الكور. تمام? ده يبقى هنا حق النادي. لكن انتوا اتصلحتوا خلاص اتصلحتوا. انا متأكد من ده. واعرف ده كويس قوي. اوكي? لكن في وقت تاني باخد رأيك فيه. يعني الاجواء ايه? الدنيا ماشي ازاي? احسن لكم ايه? يعني نفسيا ايه? احنا انت برضو من ادوارك المهم قوي قوي. ان انت تخلق مساحة او تخلق اجواء صحية. سواء للجهاز الفني او آآ آآ للعيبة يا اسلام. ده مهم جدا. لا اصلا الناس فاكر زي ما انا بقولك كده. انت بتخش كل يوم الصبح يا فلان انت كزا يا فلان انت كزا. لا خالص والله انا انا حتة الخصومات دي. يعني حتى. خصومات ايه مكافئات انا بتكلم عالجنبين. برضو لايحة. برضو لايحة. برضو لايحة. ما هو ده حق برضو النادي. يعني زي ما انت بتاخد حقك وفي اوقات كتير قوي. احنا بنراعي كمان ان انت مثلا يعني بطولة مباراة مهمة مرحلة مهمة ولا حاجة. فبنحاول نعمل احسن حاجة من خلال اللايحة برضو. اه. يعني ده من خلال اللايحة. فيما يخص السفريات بقى فانت بتقعد مع الراجل. هل الانسب لنا وبتحسبها بشكل بنوط كتيرة يا اسلام. هل احسن لنا ان احنا مسلا لما نسافر الجنوب افريقيا. نرجع تاني في مصر هنا. نعمل فصل يوم. هل اللعب هتبقى محتاجه. محتاجة. ان احنا هنروح بدر شوية. جنوب افريقيا. اوكي. فافضل لنا ان احنا لما لما نقعد هنا خمس ستة ايام ولا حاجة هتبقى الفترة طويلة. فنيجي نفصل يوم هنا. ولا افضل لنا ان احنا نسافر من جنوب افريقيا على على قطر. احنا كانت رأي رأينا اللي عرضنا على الراجل. تمام? وبعد كده بناخد فيه رأيي طبعا بنقول له الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط. ان لأ من الافضل ان احنا نطلع من بره بره على طول. ايا كانت النتيجة. بس ما كنتش خايف من ان طول المدة? يعني اربعتاشر يوم خمسطاشر يوم انت عارف. يعني انت راجل. انا اقول لك حسبناها ازاي? اه. حسبناها ازاي? اهو انا حسبتها ازاي? احنا مسلا في كاس العالم الان دي. مزبوط? مزبوط. من حوالي شهرين. ام. فانت عندك تعامل عشان كورونا. ام. فانت بتخش بتاخد احاجات احترازية جديدة جدا. فالحتة النفسية دي ممكن تاخد مني اربعة وعشرين ساعة. تمانية واربين ساعة. ام. لو انا سافرت يوم خمسة وعشرين ستة وعشرين. المباراة يوم تمانية وعشرين. ام. تمام? فحالة التركيز لما هروح للمباراة ما تبقاش في اعلى حاجة. مش تبقى في اعلى حاجة. ام. لكن لما سافت تلاتة وعشرين اربعة وعشرين. يوم ما هوصل لخمسة وعشرين بالليل. هبدأ حالة التركيز تبدأ من ستة وعشرين سبعة وعشرين. وده اللي انت عايزه. وده اللي انا عايزه. تمام? لكن لو اتأخرنا شوية او كان هتبدأ من ستة وعشرين مثلا من خمسة وعشرين بالليل يعني. فده اللي احنا عايزينه. تمام? اتنين وثلاتة ايا كانت نتيجة بتحصان داونز. لو انت انزلت هنا كنت هتنزل يوم تلاتة هتروح مش عايز اقولها هتفك لكن هتاخد مساحة من الاهل والصحاب والزيارات والخروج يعني برضو برضو مش هتبقى هي الامثل يعني فكان من الافضل ان احنا نسافر على طول والصراحة انها دي يعني وكانت خطيب ما بياتأخرش في حاجة يعني سافرنا على طول من جنب وفاكر ها طبعا